رضا نبيه محرم بيقول عايز امشي على خطاك يا دكتور ممكن تدلني ابدأ ازاي هو على فكرة انا لم اكن اتخيل لما انا فتحت شركتي سنة 87 ان انا في وقت من الاوقات هيبقى دوري ان انا بنقل المعرفة الادارية لان وقتها كانت عندي صفر اصلا وما كنتش يعني حتى ايه ما كنتش عارف ان انا مش عارف كنت ايه في مرحلة الجهل بالجهل فانا ما اتدعيش ان انا كنت يعني سبت الطب عشان انا كنت شايف قدامي الفيجن وماشي في طريق واضح بهذا الوضوع لا انا حبيت البيزنس جدا وقابلتني مشاكل اللي فدني في دراسة الطب ان انا عارف ان فيه اكيد البشرية فيه علم اكيد في الموضوع ده زي اي حاجة والكلام ده اكتشفته بعد فترة وبعد كده سنة ان فيه علم وانا فاكر انه الشركات دي هابدوا خلاص يعني انا كان ليه اصحابي مثلا في كل ايه التجارة وانا في كل ايه مكنتش عارف بياخدوا ايه يعني ايه التجارة دي بياخدوا ايه يعني كنت تعودوا ترية عليهم يعني انتو بتاخدوا ايه يعني التجارة ان انتو ايه بتاقى مسلا تشتغلوا سريحة في الشهور حتوضوا تبيعوا من باب التريقة يعني انا مش عارف تاخده ايه وفعلا ما مش عارف وبعد كده لما بقى ايه لقيت الممارسة عجباني والبيع عجبني بدأت اتعلم وبدأت اعرف حبيت الموضوع وبطبق وبقيت بحقق نجاحات فهو الموضوع يعني انا لو كان انت بتقول لي انا عايز اعمل زي ما انت عملت انا الحياة خدتني في طرق مش كلها مخطط ليه يعني وإلا انا بقول للناس ايه واحنا شباب صغيرين بناخد قرارات حساسة جدا واحنا ما نفهمش في البطيخ هنشتغل ايه وهندرس كلية ايه وهنتجوز مين وانا بفضل الله البست في الحاجات دي كلها يعني يعني انا ما اعتبرش قضوة انا بنقول لكم وانا مقترب من سن الستين بنقل لكم اخطائي عشان ما تغلطوهاش فمتحاولش تمشي على اخطواتي يعني انا اخطاط فيها غلطات يعني كان فيه قرأي بحد بقيتلي قال لي يعني انت لو رجع بيك الزمن تسيب الطب ولا ما تسيبش الطب لا لو رجع بيك الزمن اصيب الطب 100% بس لو رجع بيك الزمن اكتر من كده شوية كنت هدخل يا اما ادرس بيزنس اما هدخل ادرس هندسة يعني انا بحب الهندسة وبالذات العمارة جدا يعني اه وبعدين مش معنى كده ان انا ندمان لا ما هو فيه فرق انا استمتعت جدا بدراست الطب وستمتعت بممارسته وكنت باخد قرار ما بين شيئين حلوين يعني حاجة جميلة وحاجة جميلة عشان برضو الموضوع في الحياة مش زي الافلام العربي حاجة وحشة وحاجة حلوة انا اعمل ايه اا كدير حلوة لا لا طبعا حاجة حلوة اسمها انك تبقى دكتور وحاكين باشا كده قد الدنيا وحاجة حلوة انك تبقى ايه بيزنس وشركتك وما حدش يتحكم فيك وطب كنا احنا ايه صغارين بقى وبيتحكموا فينا وكنا شغالين مراسلة فيعني ايه لا انا كمان يعني عشان حكاية اصل ايه امشي اعمل زي ما انت عملت لان انا عايز انا انا كل اللي بقوله لكم عشان تبقى تعملوا احسن من اللي انا عملته انا بشرح لكم حاجات في حاجات انا بشرح لكم في امتهى مثلا انا عندي 35 سنة لو انت عندك 14 سنة زي سلمة دلوقتي وعرفت الحاجات دي ده شيء رائع ده حاجة جميلة جدا ما تقولش بقى امشي زيك ما انا البست في كذا شجرة وفلست كذا مرة يعني انا صحيح ما بحبش الكلة مع ان انا حياتي فيها حاجات يعني قد تكون اكثر انلهاما من القصص اللي انا بحكيه لكم عن الناس بس شوية انا يعني ايه مش عايز الموضوع يبقى انا ومش عايز ان الموضوع يتخذ بان انا ايه طالع بقى بقول لكم ان انا ايه انسان عظيم واضي قصة حياتي وسيرتي ازاي لا خالص لا خالص يعني فيه ناس اه يعني انا اصدي ايه لا مش لازم تبشي زي على خطوات انا مشت انت تقدر تبشي على خطوات افضل وتبقى اسرع انا الحمد لله نجحت ان انا اعمل كده مع ولادي يعني ولادي اه يعني الحقيقة هو حد من ولادي اه بعتلي قريب مش عارف اكمل حاجة دي اه يعني ايه حكاية مؤثرة شوية اه يعني بيقول لي اه ان احنا فخورين بك وكده وبالانجازات اللي انت بتعملها اه بس الحقيقة انا فخور بهم اكتر اضعاف اضعاف يعني يعني ان كان اه هو احساس جميل من ابن الاب وانا الحمد لله اولادي مفيش بيني وبينهم اعتقد يعني صراع الاجيال والحاجز ده اه اه انا فخور جدا جدا بانجازاتهم وانا بعتبرهم انجح مني بكتير مقارنة اه وانا في سنهم فلو انت بتسألني انا عايز امشي على خطواتك لا انا عايزك تمشي على الخطوات شبه اللي انا خليت اولادي يمشوا عليه يعني اه ولما انت حياتك بتستعرضها وتلاقي ان انت انجزت فيها اشياء واهم انجاز ان يكون ليك ابناء اه نجحوا وانت شاعر بالفخر بهم وبتتبادلوا هذا الشعور بالفخر ده شيء جميل كل واحد ربنا ميسر له ومسكة معاناة يمشي فيها انا مش حابب ان اقولك ايه اعمل زيي ولا تعمل زيي حد خلق اكون نفسك بس دايما خلي عندك اصرار اه انا حياتي فيها اخفاقات وفيها نجاحات بس انا يكفيني ان انا اقولك لو عايز درس واحد خليك مصر دايما اقع اقع مش مشكلة بس تعلم وتقف تاني وتشتغل بقوة اصرار مفيش حاجة اسمها اصلي منفعش المعرفش ايه لا مفيش حاجة اسمها كده